سيد فل عليكم تحياتي ليكم من قناتي قناة نرمين الماجد يارب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة وتكون دايما وصفاتي اللي بقدمها لكم بتنايل على عجبكم ورضاكم واهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ دايما هنعمل مع بعض الوصفات الصيامي النباتي السهلة البسيطة الجميلة الاقتصادية اللي تنفع معنا في اي وقت ومش عايز اقول لكم وصفة النهاردة وصفة النهاردة هي المناقش اللبناني الصيامي النهاردة هنعملها بحشوات مختلفة بقى هقولك على اكتر من عشر حشوات تقدر تعمليهم وكلهم اقتصاديين جدا جدا بعجينة زهبية ومش هتكلفك اي حاجة خالص مكوناتها كلها جوا البيت تقدر تعملوها في الفطار تقدر تعملوها في العشاء تعملوها سناك سما بين الاكل تدوها للولاد في اللانش بوكس تعملوها كده كتصبيرة لما الواحد يكون جعان كده ونفسه ياكل حاجة حلوة وحدقة في نفس الوقت واحلى حاجة في الوصفة دي ان هي تقبل الحلق والحدق مع بعض شايفين قد ايه جميلة وحلوة قوي قوي وهشة جدا جدا كل ده هتشوفوه معايا بس لو لسه مشتركتوش في القناة يريد بقدسوا على كلمة الشراك تحت الفيديو باللون الاحمر فعلوا الجرس على كلمة الكل ما تنسوش بقى لايك وشيه ويلا نبدأ حالا اولا بجيب الوصفة الاولى اللي هي اسمها المحمرة المحمرة دي احلى حاجة نحشي بها المنقش عبارة عن ايه؟ عبارة عن بصلايا كبيرة زي ما انتو شايفين مقطعان هرفية عليها طماطمية رشة ملح وفلفل من شواحين دول في شوية زيت ياخدوا بس لون بسيط وننزل بيهم على كوباية مية مجلية ونبدأ ان احنا نقلبهم كده زي ما انتو شايفين يبتدي بقى البصل يتسبك مع الطماطم اضيف معلقة من السكر واضيف بقى البهارات بتاعتي او التوب اللي احنا هنضفها دي بقى رشة من الزعتر البري لو مش موجود ممكن شبطه بقى دونس ودي ورقة من الغار او ورق اللورة واحدة بس وعليها رشة من اللي شطة معلقة كده صغيرة من الشطة بعد كده عندنا ربع معلقة من كل حاجة منها اقول هاتون بودر وبصل بودر وعندنا معلقتين من الخل طبعا الخل بيعادل حمودة الطماطم ومعلقة من الفلفل الاحمر او صلصة الطماطم حاجة كده تدي لون ممكن كمان معلقة صغيرة من البابريكا بديل صلصة الطماطم او بديل للفلفل الاحمر ونبدأ ان احنا نقلبهم بالشكل ده لحد ما يتسببكوا كويس جدا اسيبهم بعد كده اضربهم في الخلاط ويبقى عندي الوصفة دي دي اسمها المحمرة سميناها المحمرة عشان بنحط فيها فلفل احمر وبابريكا وصلصة دلوقتي ونسيبها طبعا على البتجاز لحد ما تبقى بالقوامل اللي انتوا شايفينه ده ودي اول حشوة معانا تاني حشوة معانا هي الجبنة الموزاريلا انا عملتلكم الجبنة الموزاريلا وهسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف جبنة موزاريلا صيامي جميلة جدا 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 بتمط اخر حاجة عايز اقول لكم من احلى واجمل وصفات الجبن اللي عملناها زي ما قلتلكم هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف وعندي فلفل بقى الوان احمر واصفر واخضر ممكن فلفل رومي عادي مفيش مشكلة عندنا بصل مقطعين رفاية جدا وطماطم مقطعينها برضو صغير جدا عندنا دلوقتي هنعمل الخلطة التانية او الحشوة التانية عبارة عن الفلفل الالوان اللي انتو شفتو دا وهحط معاها باقي المكونات طبعا تقدروا تستخدموا زي ما قلتلكم فلفل الوان بتقدروا تستخدموا فلفل رومي عادي وتقدروا كمان تستخدموا عن الفلفل تحطوا حاجات تانية بديلة يعني للفلفل زي الزتون الاخضر زي مثلا الجزر حاجات زي كده عندنا في البيت ممكن كمان نشيل الجبنة المزارلة ونحط مكانها حاجة تاني ممكن نشيل الجبنة المزارلة نحط مكانها بطاطس مبشورة او ممكن نحط جزر مبشور نخليها خضر بس يعني حاجات كتيرة هقولها لكم دلوقتي وهتشوفوها اكتر من عشر حشوات زي ما قلتلكم زي ما انتو شايفين كده دي تاني حشوة وقلتلكم ازاي نغير فيها وازاي نستبدل حاجات تالت حشوة بقى معانا اللي هي الزعتر وده اساس المنقيش يعني المنقيش اصلا اسمها منقيش بالزعتر واللبنة اه نيجي دلوقتي عندنا اللبنة دي اللي هي جبنا الكريمي الصيامي وده عملتها لكم برضو وهسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف عندنا كمان جبنا برامير صيامي وبرضو هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف وكل ده معمول من فول الصوية نباتي مية في المية ما فيهوش اي حاجة خالص وطلع نتيجته تحفة وفي ناس كتير جربت الوصفات دي وشكرتلي فيها جدا نجي دلوقتي نعمل العجينة بتاعة المناقش عندي كوباية من المياه الدافية عليها معلقة من السكر ومعلقة من الخميرة ونقلبهم كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين عشان نبدأ نكمل باقي العجينة معلقتين كبار من الزيت ويا سلام بقى لو زيت زيتون هتبقى تحفة عندنا بقى الدقيق بتاعي ديق فاخر للعجاء والبتزات طيب لو هستخدم ديق عادي ما فيش مشكلة عملتها قبل كده بالدقيق العادي وطلع التحفة برضو بس لما تيجوا تستخدموا الدقيق العادي حطوا معلقة كبيرة من البيكنج بودر عشان تخلي ديق معانا هش ومش مكتوم ونبدأ ان احنا نعجنهم بالشكل اللي انتوا شايفينه دا لحد بقى ما تتطون معايا العجينة المتماسكة اللي هي مش بتلزق خالص خالص طبعا كمية الدقيق بالنسبة لكمية الميا يعني كل كباية من الميا بتاخد من حوالي من كباية و3-4 دقيق لكبايتين دقيق على حسب نوع الدقيق ديق العادي مش بياخد ميا كتير ونبدأ ان احنا نقلبهم كويس ونعجنهم اهم حاجة في المناقش والبتزات والمعجنات اهم حاجة هي ايه؟ هي العجن لازم تعجني على الاقل خالص من خمس دقايق لعشر دقايق متواصلين ونبلق دينا كده بلت زيت خفيفة علشان ان احنا نبدأ ننظف الطبق ده من العجين كل ويبدأ معانا العجينة تتلم وكل ما تلاحزوا ان العجينة تلمت معانا تحاول ان انتو يزبطوها كده وتخمروها بتتساب تتخمر تحدود في الصيف بتقعد حوالي نص ساعة في الشتاء بتقعد حوالي ساعة الا ربع وكمان بيتحكم في ده درجة حرط المطبخ ونبدأ ان احنا نفضل هوا من العجينة ونقطعها كده زي ما انتو شايفين لكوروا دواير علشان نبتدي ان احنا نحشي هنجيب الصاج بتاعنا وندهنه زيت ونبطط جواه الدواير بصوا بقى في التبطيطة دي لازم ان احنا نبططها من جوا ونسيبها عريضة من الحواف خلي بالكم ان انا هعمل لكم كزا نقشة للمنقيش هعمل لكم اوارب تركية وعملها لكم قرص الشمس وهعملها لكم المنقيش العادية تلات رسومات وكلهم احلى من بعض دي بقى المنقيش العادية بتبقى متبططة في النص زي ما انتو شايفين والحواف بتاعتها بتبقى عريضة دي بقى بنحشيها من جوا في الحشوة دي او في الفجوة اللي احنا هنعملها بنحط جواها الحشوة خلي بالكم دي بقى هنعملها قرص الشمس اللي هي ايه ارس الشمس ان احنا بنعمل كده لعجينة حواف بايدنا بتكون تقريبا كده شكل زي شكل ارس الشمس يبقى احنا كده عملنا المناقيش العادية المدورة وعملنا ارس الشمس وتقدروا بقى تحشوها بالحشوات اللي انتو حبينها هقولكم افكار تانية للحشوات ممكن تعملوها ممكن تعملوا مربة للحشوات الحلوة يعني مربة ممكن تعملوا سكر وقرفة هتبقى جميلة جدا جدا ممكن كمان تعملوا حاجات تانية ان انتو تحشوها مثلا حاجات زي فول سوية متذبك زي اللي احنا عملناها في الحواوشي عدس بجبة مع البصل والطماطم والفلفل حاجات كتير جدا هقولها لكم تاني كمان نيجي دلوقت نحط بقى المحمرة زي ما انتو شايفين واحنا هنحشي بيها عليها رشة من البصل وممكن رشة من موزاريلا ورشة كده من الفلفل الالوان بتدي طعم جميل جدا جدا من احلى واجمل الحشوات المحببة القلبي هي المحمرة جميلة جدا جدا بتدينا طعم البيتزا وفي نفس الوقت شكل جميل وحلو جدا جدا زي ما انتو شايفين بقى هنبتدي ان احنا نخلص كل الحشوات بتاعتنا زي ما قلت لكم جبان ملحة جبان حدقة ممكن نستخدم كمان حشوات بالخضار حشوات حلوة ارفاء سكر حاجات كتير جدا اهم حاجة لعجينة تبقى مزبطة معي بس هيبها بقى تخمر في حدود يعني عشر دقايق بعد ما بحشيها يعني تبتدي شكلها يثبت معايا كده ممكن ارش بقى رشة حبة البركة ارش دقا كده صيامي ارش زي ما انتو شايفين كمان سمسم حاجات كتير ممكن ارشها كمقبلات او منكهات بقى ليه الحاجة دي بس حبة البركة مع الجبن الصيامي وحبة البركة مع المحمرة والحاجات دي بتبقى جميلة جدا جدا كده بقى احنا سبناهم يخمروا هتلاحظوا ان حجمهم ابتدى كده يتضاعف تقريبا ساعتها بقى هندخلهم جوا الفرن بتاعتنا نكون مسخنين الفرن قابليها بعشر دقايق وندخلهم على درجة حرارة متوسطة بيطلعوا تحبة زي ما انتو شايفين شكلهم حلوة اوي 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 هشة 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 الحاجة كده مفيش بعد كده تاني واشكال جميلة وعجينة روعة زي ما انتو شايفين ودي اوارب البيتزا حملها لكم ان شاء الله واسب لكم كده لينكات لأوارب البيتزا في صندوق الوصف زي ما انتو شايفين كده بقى خلصة الوصفة بتاعتنا ما تنسوش لو عجبتكم الوصفة تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس على كلمة الكل ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدموا كومنتاتكم الحلوة اللي باستناها وبفرح بيها جدا جدا وتحياتي لكم واشوفكم دايما يا ربا على خير قرية اشتركوا في القناة